لا لحظة بقى كده؟ حكامي الباشا مسك القطعة وحركها وسبها ومسكها تاني هو فيها حيانات صغيرة او لا؟ تعمل في كده علي قصما باللي هرجع علي الكاميرا ان عملتي كده علي مش هحلك لما نشوف سلام عليكم عشان مخرجكش من اجواء المقدمة خليني اعرض عليك المباراة الاولى تبقى انيش جيري بالقطع البيضاء ضد علي رضا فيروزا ونفهم حيثيات اللي حصل وليه نده الحكم والكلام ده ونعتبر المباراة دي كمقبلات ممتعة لهذه الحلقة اما في الطبق الرئيسي عندنا اتنين طبق رئيسي طبق غربي كلاس اوي كده وحاجة شيك اوي مباراة ماجنس كارلسون مع اناند وطبق شرقي مليء بالمحاشي والمسبكات مباراة لاجراف مع ناكامورا وننهي هذه الحلقة بطبق حلويات شرقية جميلة من عبد الساتارو يلاعب وي يي باللندن سيستم ويقابل شكل غير مشهور وكيف سيتعامل معه لايك لازيز اشترك في القناة ويلا بينا لو اول مرة تشوفني دي مقدمة كليشيهية جدا اشترك في القناة لايك لازيز لو مهتم بهذا النوع من المحتوى يعني طبعا اللي شفنا قبل كده يعني متعود على هذا النوع من الافتتاحات افتتاحات الحلقات المباراة الاولى انيش جيري بيدأ ملك فيروزا دي سيكس حد فاكر فيروزا لعب ايه لاناند لعب كارو وجي يلعب الكان ماكملش لعب دي سيكس بس فواضح ان فيروزا بيذاكر الاشكال دي دلوقتي وفعلا ده اللي هيلعبه بدأ ملك دي سيكس بدأين في الوسط سي سيكس بعد النايت سي سيكس ده اسمه بيرك افتتاح بيرك عادة البرك بيكون معه جي سيكس مع بيشب جي سابن لو ملعبتش الحصان ده من بدري ولعبت دلوقتي مثلا جي سيكس بيسموه مودرن ديفينس لكن احنا رايحين على حاجة تشبه البرك جدا ناقص ايه عشان يبقى بيرك ان احنا نفنكت الفيل اف فور كوين اي فايف عايز حصان في بيدق على الربطة بيشب دي ثري حميت البيدق ضرب الوسط مباشرة نايت اف ثري ضغط على الوسط عايز ياكل ياكل بيدق كامل فربطه اكل اكل ثم سأل الفيل سؤال جاي تعمل اقلق طبعا جاي اكثر لان لو ما كسرتش هتاخد البيدق اكمل فيروزة الانتشار وانيش جيري بيت بيشب دي سيكس طبعا الاسود هنا احسن قليلا لو كان اكل فالوزير اكل مثلا وبعدين عرض تكسير او لعب الفيل والاسود حط حصان قوي لو عاوز تخلص منه اديني امتياز الفيلين تاني لكن فيروزة لعب بيشب دي سيكس سامحا بان الابيض ياخد مساحة على هذا الجناح باف فايف وطبعا اللي معافلين دايما يعشق ان يكسب مساحات ممنوع تخدش لمساحات ولا الكلام ده اوكي يمكن اخد مساحة على الجناح الاخر ايج فور انا عملت كماشة على المربعات السودة مانتاش تدافع اي حاجة هاكو المرور كينج ايج تو نايت ايج فايف نايت ايج تو هغطي المربعات اللي انت رايحت تحتلها كوين سي سابن انا برضو رايح بس حتى الان مينفعش تخش عموما لان هيبقى بيدق ببلاش فانا هلعب بي فور مجد والله ينفع خش فيروزا هذا بيدق ببلاش عد البياد اربعة على تلاتة على هذا الجناح والجناح الاخر تلاتة على تلاتة بني وبينك ده مش دقيق اوي الدقة ان انا اقولك ده جناح الوزير وتلاتة على تلاتة جناح المالك تلاتة على تلاتة والوسط ابيض عنده بيدق كامل زيادة فالمفروض الابيض هنا يكون اسطوري وبيزغرط بس في مشكلة صغيرة ان البيدق قيمته الحقيقية في انه يدفع ويبقى سالك ونجيب من خلاله وزير قطعة جديدة حسب ما احنا محتاجين في المباراة هنا بعد كينج كينج حصان البيدق ده لو ادفع اكل مرور وده يقع البيدق الوسطية الزيادة معمول عليها بلوك فضيع مش قادر ادفعها فالقيمة النوعية للبيدق الزيادة اللي معاك تكاد تكون صفر لو قدرت تتخلص من هذا الحصان وقدرت ادفع البيدق عشان اعمل بيدق سالك ده موضوع تاني لكن فيروزة معاها تعويض ممتاز عن البيدق اللي هو سايبه ايه ان البيدق اللي معايا الزيادة مش قادر استخدمه بشب دي ثري ودلوقتي لو تلاحظ فيروزة مع 11 دقيقة انيش مع 11 دقيقة الامور حتى الان يعني متعادلة في الوقت لكن هيبدأ فيروزة يلعب أسرع شوية ويدغط انيش في الوقت هنا لو تلاحظ كان فيه شوية تاكتكس يعني تسأل مثلاً البيدق ده بدلاً ماشي بعدك ليه ماخدش البيدق ده علشان فيه كيش ومقدرش ااكل عشان مربوط ويكسب القطعة بتاعتي فالرجل فك الرابطة الاول عايز البيدق دلوقتي حامل البيدق امشي اوكي رجعت اوكي اكل البيدق والان اكل البيدق الانجين بيقولك خش بهذا الشكل والان اكل البيدق معنى انه هو الاسود رجع بيدقه ان كل الافضليات اللي فاتت زاد عليها بيدق وبالتالي الانجين ميقيم الشكل ده تفوق واحد للاسود فين الواحد ده اهو بيدق كامل زيادة بيجري ايوك بس الشكل ايكوال مانا قلتلك بقى ان البيدق اللي هنا الزيادة للابيض مش شغال كمان المالك ده نصيد جدا وهيخش يقرمش البيادق ليه انيش جيري الفين سمعمية وشوية عشان بيعرف ياخد قرارات قوية زي انه يعمل مانا عايزك تفكر وتوقف وكده فانا مديك فرصة يعني زي انه يضحي الفرق دلوقتي يعني مش بس كان معابدق زيادة ومش عارف يستخدمه ده خسر البيدق الزيادة بقى البيدق ايكوال واما ضحي فرق ليه يا انيش قالك والله لو كان كده بص برا التقييم صرخ ازاي انا هعمل كده محدش بيلحق المادي سدق عندك حق طب ولو كان كده انا هعمل كده ومحدش بيلحق المادي لا بقى لا في حد بيلحق المادي بقى لو سمحت اه بس انا كتفته تكتيفه جامدة الرخ لو اتحركت هياخد مات فانا هفضل مستني بالرخ ودي لو دي مشي تهديله مات ايو بس هو مش هيستناك هو عنده بيدق سالك وهيبدأ يدفعه هستناك هركب البيدق بس بيدق بيتدفع اه دي مشكلة لان في لقطة البيدق ده هيوصل لحد هنا وبعدين ممكن تلاقي كيش وبعدين ممكن تلاقي وزير جديد وصل هو في ايه مهمات محمية فانيش جيري اخد قرار عملي جدا الانجين مش موافقه عليه سي فور اردتها علامة تعجب بس انت شايفها بلندر وما انت صح ايه انجين بش بسي فور ويدفع البيدق ارجع تاني ويدفع البيدق ادفع البيدق واحدة ويستنى وانت تستنى ويستنى وانت تستنى فيش الكلام ده سي فور بتقول اه هي غلط عقبني بس انا كمان زي ما انت عندك بيدق سالك انا كمان عندي بيدق سالك من ناحية العملية هي نقل عملية جدا ادفع ادفع بدأ يقلق بدأ يقلق ان في بيدق سالك بيجري فستثاب البيدق وصاد البيدق ورجع على نفس التهديد رابط الرخ فيروز من الناس اللي ما يستحملش الكلام ده ما يستحملش الدلع ده ففك نفسه يا عم انا مش عايز اعط في الكماشة دي على طول بقى اوكي بدأ مش مشكلة بدأ زيادة بس الروخ تعيش ومعدش في فكرة المات بقى خلاص بقى ارحمونا روك جي سافن وهنبدأ دلوقتي في ضغط وقت فايروزة معه ثلاث دقايق ثمانية وعشرين ثانية انيش معه ديئتين اربعة واربعين ثانية وهنبدأ نلعب نقلات كتير كل واحد وبلعوه بسرعة وبسرعة عشان كل واحد عايز يضحك عالتاني في الوقت انيش جاب كسب بيدق معه بيدقين زيادة وملكه امن جداً وحد يقول لانيش جيدي ادفع يا انيش البيدق بقى يعني اعمل كده كده انيش والله ما مدي ايدي على ولا بيدق وانا في ضغط الوقت ما مديش ايدي على باد ليه يا انيش ما هو كده حتى يبقى بيدق سالك والانجين بيقول كويس الانجين بيقول كويس بس انا متحكم في نفسي كويس مش هاخد القرار ده ابداً غير لما حس ان انا محتاجه جداً وبالك مش الوقت بيهدد ديه فلازم يفك الرابطة هنفضل نلف حوالين بعض نلف حوالين بعض نلف حوالين بعض كل واحد بيجرع على التاني في الوقت الى ان فيروس يمسك الرخ بتاعته ويعمل كده وبعدين يجي هنا ويسيبها يسيبها على الرقعة ويمسكها تاني ويعمل كده ويرجع يحطها هنا انا انيش وقف الساعة وهتشوف بقى زي ما انت هتشوف دلوقتي بص منظر فيروزة عمل ايه بق ديه مسك القطعة مرجحها سابها وشاف ان الفيل بيرجع يكسب فرق فامسكها تاني ومرجحها ورجعها هنا انت عبيت يا جرعي انت ولا ايه احنا في ايه عم مالك وقف الساعة الحاكم حقوقنا يا جدعان ايه في ايه طبعا فيروزة قاعد الراجل تابه يقول حاجات غريبة جدا انا مش عارف هو بتكلم عن ايه انا ما عملتش اي حاجة حسبي الله ونعمل وكي ولا ولا انت نسيت ياض السفارة اللي كنت بتعمله مع ماجنس ياض ما تطلع من دول انت يعني مش عارف ان يعني لو كان المطش يكمل كنت قابلتها على نفسك نقلق الليجل كده وانت راجل محتلف 2800 جرعيها فيروزة ماجنس عملها مرة قبل كده وقبل ما الحكم يوصل عمل كده ونسحب وساب المطش ومشي كانت غلطة كبيرة بيخسر فيها تقريبا وزيره وقطعة حاجة كبيرة اما عملها اما اما لما الراجل اشتكأ وساب المطش ومشي عادي جدا وتحمل نتيجة مسألة انما دلوقتي تسيب الحكم ييجي وانا مش عارف مواقف غريب بصراحة مواقف مش بروفيشنال من حد بروفيشنال فخلص انت عارف اللي انت عملته تقبتها فالراجل فعلا نرجعها وبدأ الشطرانجي يتلعب طبعا واضح انها جات مرة على الرقعة يعني واضح انها جات مرة على الرقعة ومتعقبتش وبعدين الموقف ده بقى حصل بس حصل هنا المرة دي فعقبه دلوقتي خل من ضغط الوقت حتى التاكتك ما وش شايفه عد عليه مرة ما شافوش والمرة دي شافه المهم كسب الفرق والبادئ جريت يا معلم وهيكسب المطش انيش جيدي خلص رخ في ظهر البيدة وادفع مكسب تعالى للطبق الرئيسي لو انت لسه موجود دلوقتي بشكرك من القلب اعمل لايك واشت يلعب مع فيشي وناثن اناند سي فور سي فايف حصن 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 الانجليزي المتماثل سي فور سي فايف ده الانجليزي المتماثل تفريع فور نايتس لاربع تحسنة دي فور لكسر التماثل بداءين في الوسط يبدو وكأنه بياخد مساحة شبه الماروكزي بايند هنا الشكل يختلف عن الماروكزي لان ممكن الاسود ياخد دي فايف اسهل بدام هو لعب اي سيكس فيحضر لدي فايف على عكس اشكال الدراجون البيداء ده هنا ودي سيكس اللي ملعوبة فعلى ما تلعب اي سيكس ودي سيكس اصلا موجودة ممكن يبقى اضعافي يتضغط عليه هنا ممكن تحق دي فايف اسهل ضغط ضغط على القطعة اللي منع دي فايف اكل برضو بيمهد لدي فايف بيشيب دي ثري ولكن نختار هنا اي فايف دي النقلة الاساسية الا ان دي فايف ايضا نقلة ممتازة وموجودة على الديتابيز وتاني نقلة على الانجن لكن اي فايف تلعبت تبييه تبييه اتش ثري ما يطلعش الفيل يزعلني ولا الحصان ينط وبعدين الوزير ييجي ولا الكلام ده خصوصا ان الحصان اللي بيدفع عن الملك غايب بيشيب تيكس بون تيكس ايه ده بادئ اتعوجت دي سيكس تلعب ايه لو كنت مكان ماجنس سي فايف بدأ ببلاش بس انا اعملك بادئ معوجة مش العكس ايضا كان ممكن يتلعب دي فايف هنا بس بعد بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ يبدو وسط قوي لكن الضغط عليه سخيف حاجة زي روك اي وان تحميها كده تلاقيني بغلس عليك كده منتاش مبسوط قوي ولذلك حتى على الديتابيز اللي معايا ما تلعبش يجب بيدأ في بيدأ دي بيستموف دي فايف دي عمرها ما تلعبت F4 دي نقلة جديدة جرت اللي عادة ان يلعب اللاعبون كوينسي 2 لكن F4 افتح الموقف معايا فيلين C4 امشي لو اكلت هكسر وزراء وهاكل البيدأ ده فارجع ما اكلش ساب البدائين متعلقين او ضعاف تم تكسير الوزراء ماجنس داخل بالفلين اكل اكل الفيل انتشر رخ على العمود هوريك بس اللقطة الفضيعة طبعا هنا ماجنس عايز ياخد مساحة مساحة ويحط الرخ في سبعة ليه؟ عشان الفيل السفاح اللي ماسك المربع اللي ممكن تتحدى منه هذا العمود فمنعه من هذه المساحة لو ما كانش منعه تخيل ان البيدأ ده يصل الى هنا وبعدين تعمل كده وده اضعاف ده اضعاف ما بيتحركش فهو خلص منه دفعه هات الفيل الجامد اوكي حقك انا هسيبلك العمود ده لكن على الارجح انا هبقى اجي هنا ان امكن اضغط على البيدأ وامنعك من العمود الاخر جي فايف والحسان دخل طب خلص اوكي اوكي خلص انا عندي اضعاف قريب هاخش اخلو هاخش اكلو ايه هاخش اخلو ده؟ هاخش اكلو كينج اف ثري رخ على العمود رجع شوف انت عايز انهى عمود انا معك اكل اكل اخد العمود الاخر هات البيدأ ادام اجنس رجل نزل سبعة الصبر جميل الملك يتحرك بص فارق الملوك عشان اللي جاي ده اسطوري كينج اي فايف كينج اي سافن كينج دي فور رايح على البادئ دي انا عارف انه مش هينفع يعدي بس الشطرانج بيتحرك كل نقلة عليها نقلة يعني الكنج دخل امش يا جدع انت حاضر بعدين كسب مساحة على الجناح ومستني اصلا لو حقق دي هتبقى جمدة لانه لو اكل ياكل بالبدأ معا بدي عين جمدين بس ماجنس يا مين ينول ماجنس هذا المربع بالمالك لو ينفع يخش كده فيبقى عنده فكرة دفعة بيدقية في دفعة بيدقية ياكل ياكل في دفعة بيدقية ياكل ويبقى ده سالك تعام انت بتقول خيال علم الكلام ده بشيب دي فايف اتش فور كينج اف ايت المشيك ما انا هخش هبرجع من اعم الدخول لا انا همشي الجنب التاني انت حر كينج دي سيكس روك اي تو بشيب اف ثري كانت افضل لكن كده وكده ماجنس هيدفع البيدق ضغط على البيدق جي فايف تعالى تعالى روك اي ثري عايز البيدق ماجنس بشيب اف فايف جدير بالذكر ان الانجن بيقول بشيب بي ون افضل لكن الفكرة واحدة ماجنس عايز يجي كده ولما يدفع ده يمشي يبقى يدفع ده اوكي ساب البيدق ايوه ولكن جي سيكس الان علامة تعجب اكل روك جي وان هرجع بدقي ولكن الاهم من كل ده هذا البيدق السالك العجيب رخة حركة عايز بدق كمان يا عم قد ميت بيدق المهم البيدق اللي هيرقي الاول تيكس تيكس تيك تينج ده الموضوع اتغير بقلع هنا الكلام اختلف هنا الكلام ان الروخ دي برا اللعبة مش عارفة ترجع تطرد الملك فرجعت بس هلي في وقت كيش و اي سيكس حتى لو اديتني كيش بستخبه كده والانجين ميدي مات في اتناشر هتشوف واحدة شبهها دفع البيدق كينج اف سيكس اي ثري كيش 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 انسحب مات لهذا ماجنس كارلسون افضل من يلعب النهايات لو انت غلط اه مهولة وحد بيلعب بيرفكت جيم خلاص الماتش هيخلص تعادل انما الفكرة واضحة فكرة المكسب كانت واضحة جدا ومعرفش ايه اللي خلق يعمل كده امنعه يعمم الدخول وخلاص يعني امنعهم الدخول هيدفع البيدق بس دايما في مشكلة عمل بيدق سالك يعني هنا في دفعة بيدق لو اكلت في دفعة بيدق ومش بس بيدق سالك ده كمان بيدق سالك مدعوم بالفيل بس لحسن الحظ الرخ بترجع ترقبه والشكل ستة من عشرة بس ابيض يمكن ده كان احسن حاجة المفروض تتلعب بالاسود ويفوز ماجنس كارلسون هل انت جاهز للمحاشي والحاجات اللي هي الهوبر الهوبر كلها في هذه المباراة لاجراف يلعب بالقطع البيضاء ضد هكارو ناكامورا اي فور سي فايف حصان هايبر اكسليريت الدراجن هذا الشكل انا نفسي اذكره نفسي اجيب كرس هايبر اكسليريتد واعود هايبر اكسليريتد في مذاكرته دي فور يقال ان افضل لاين ضد الاكسليريتد ده كلام بيني وبينك يعني سي ثري دلوقتي والتي تسمح بدي فايف مباشرة لكن عليها اي فايف افكارها لذيذة فكر فيها افكارها لذيذة فكر في حاجة بس روشاني قاعدة تتحرك فقمت قمت مطوحة على دي فور اوبن سيساليان هتلعب الشكل ده لازم تمقى محضر نفسك لوزير في بيدك برضه يا عم عادة حط حط فيه الايه يا بدي ما هيكل يا جدع ما تتعبناش خلاص هطلوبه ما يعني لازم اعمل كده واسمح بانه يعمل لي كده وبعدين اعمل كده وبعدين اروح كده وبعدين الحصان مطلوب يا طار امشي فين هنا ولا هنا ولا لازم تمقى مذاكر بقى مش عايز تلعب هايبر اكسلريتد ديراجون طيب نايت تيكس اتلعبت في المباراة ودي المين لاين فيل على الوتر الطويل والان اقوى الاشكال على الاكسلريتد ما يعرف بالماروكزي بايند مساحة في الوسط محاولة السيطرة على مربع دي فايف نايت سي سي سيكس الاسود يعاني من فقر المساحة ويسعى الى التكسيرات اوكي بشب اي ثري كوين بي سيكس دا اللاين الترندي لتالت مرة يتلعب ماجنس لعبه ناكامورا لعبه قبل كده وماجنس لعبه اصاد ناكامورا او العكس يعني تلعب بتاع ثلاثة اربع مرات في اخر شهر نايت بي ثري تم اختيارها مباريات اخرى تم اختيار هذه النقلة ايه دا ويسيب في الفي بيدا يا ابني الوزير يا حج ويسيب في الفي بيدا ما خلاص بقى ما نقتلك الوزير فالوزير مشي كوين دي تو حما دي سيكس نايت سي ثري حصان اف ثري انا معايا المساحة عليك ان تعلم ان الاسود المفروض يضرب هذا الشكل او هذا الهيكل البيدقي من خلال يا اما اي سيكس دي فايف يا اما اي سيكس بي فايف يا اما اف فايف فلما ياكل ياكل يبقى في بيداق ضعيف بشيب اي سيكس نايت دي فايف مباشرة عايز تكسر اكسر بس يبقى في مساحة معايا مساحة مش عايز اكسر دلوقتي عايز ادور على افكار اخرى للحصان وكمان فتحت المجال للفيل والاهم ما بيتش اصل التبييد هنا بيعرضك لتبييد طويل اتش فور اتش فايف يلا انكسر الفعلة يلا اديك مات It's easier said than done يعني اسهل ان انا اقولك الفكرة على ان انا انفزها التنفيذ مش سهلة ابدا لان دايما هتلاقي الاسود بيجيب الغخ ويجيب الوزير ويدغف على المالك او يدفع البياد في افكار للاسود ايضا تتلعبش لوحدك نايت دي سبن بشيب اي تو اي فايف اول ما شاف اي فايف لاجراف عالم ان هذا المربع ضعيف وبدأ منورة عجيبة ممتعة روك بي وان اي فور نايت اي وان ونايت سي تو يمكن عايز كده وكده يبقى خلاص اخترق بالحصانين ايه الجمال ده روك سي ايت بي فور امشي مساحة اكل اكل ويمكن يدفع تاني او يحصل تكسير وزراء تم تكسير الوزراء الان ثم اف فايف اول اوبشن متاح واحد اهم افكار نايت دي سبن وخلي بالك انه ما فتحش الوضع والموقف الا بعد ما كسر وزراء فما عادش فيه خطورة على الملك اكل اكل تعال ناخد امتياز الفلين اكل اكل وبعدين امشي يا حسان الحسان مشي وبعدين كيش تخلص من هذا الحصان ده بيدق ضعيف كينجي اي سابن لو اكلت البيدق ده دلوقتي دي بلندر بديلك كيش وباخد القطعة لو طلقت تحمي القطعة اعتقد دي بلندر هيكيش كده هو بالكيش واخد القطعة كاملة ولذلك ماخدش البيدق دلوقتي جاب الرخ على العمود ساب العمود تماما وترك البيدق مفيش بقى كيش واخد المعرفش ايه مفيش عشان كده راجل خد البيدق روك اي تو الفكرة اللي هيكارونا كامورة لعبها دي دي احدث حاجة نزلة السوق ده شغل كمبيوتر لعبها على الرقعة عشان اللي بيقولوا ده بيغش على الكمبيوت بيغش وهو بلعب على النت لعبها على الرقعة ساب بيدق كامل واخد القرار بسرعة نص دقيقة ساب بيدق كامل ونزل على السابع تاركا بيدق اخر ولكن الان لا يمكن ان تاخذ البيدق علشان هات الحصان يرجع وبعدين هات الكش دي فالحصان ده يختفي تضطر تمشي وتسيب الحصان خلي بالك ملفيل السفاح اوكي هلعب نايت اي ثري ولكن الان بيشيب دي فور هات القطعة او تاكل لو كالت الحصان يتحبس ايه انا كمورة ايه شغل الكمبيوتر ده انا كمورة انا يا عم هاحمل حصان بتاعي يا عم روك دي ايت انا عايز اكل بكيش تخلي بست موف هنا ايه والانلي موف نايت بي ثري عايز تاكل بكيش كده ااكل وهات الفيل فتضطر تمشي وأنا كمان امشي والشكل يتعادل لكنه مشي ودي المفروض تتحط في الكورس بتاع رونج كينج اكتيفاشن تنشيط خاطئ للملك لانك بتتعرض لتاكتك انا باخد منك القطعة يا عم قطعة ايه باحميه يا عم باحميه يا عم باحميه كده يا عم ماشي هات القطعة كده حميته تمام مات طيب حسب يالله نعم الوكيد يعني خدت مني قطعة ماشي عم كيش سيبني طابة لم شوية بيادئ يعني انت الوقت اخدت مني قطعة سيبنا لم حبة بيادئ سيبني اكل كده ما فيش الكلام ده خد في قشة رخ ببيدئ بجيش ايوه عشان هرجع بيدئ كمان وهرجع هو فيها اجد عنا انتو جبينة تهزقوني ولا ايه لاجراف مش مصدق اللي بيحصل هات الفيل هات البيدئ دفعت البيدئ هات البيدئ حميت البيدئ طب هات البيدئ ده هات انت الفيل يعني ايه هات انا الفيل مناكل عادي لا لو اكلت اي سيفن من يلحق البيدئ الروخ تلحق ايوه طب والفيل اه دا انتو دا انتو عالم مجرمين انتو ماشي بيشت بى فور هات الفيل بص التكنيك هذا الشكل المفهود ما اكسب بصراحة انا لو عرضت الشكل ده في ضغط وقت على حد تقييمه مثلا الفين ممكن يعاني في انه يكسب الموضوع مش سهل زي ما انت متخيل بدائين مش رخمين بس التكنيك اول حاجة عمل بلوك للبدأ ده بالفيل ورائب البدأ ده ودفعاته بالفيل اوكي دلوقتي بعد ما تلعبت قدامك تبدو سهلة انما لو معندكش الفكرة طب كمل معاين هات الفيل في المشي رجع يحمي البيدأ روك سي سيكس هات البيدأ حامل البيدأ روك دي سيكس ايه رأيك لو ندفع البيدأ دلوقتي تلعب ايه بلندر بلندر خلاص الشكل رجع يتعادل لازم تديني الفيل والشكل يتعادل فلو تعمل كده لازم تعمل كده والبيدأ يقع خلاص كينج اف ثري كيش رجع شوية انتظاري على الرواءان وبعدين وبعدين روك هات البيدأ وهنا تنتهي المباراة القضية كله القضية ان اللقطة الاخيرة اللي جابها اه اللقطة الاخيرة كانت هنا بعدين نقلة دي دي اخر نقلة تلعبت نقلة رقم واحد وخمسين انت في زاجزوانج بالابيض انت في زاجزوانج حاول تحرك الملك ما بيتحركش هنا تماما دي الوحيدة اخش كده بالملك اوكي الملك ما بيتحركش طب لو جيت كده اسيب البيدأ ده اوكي طب لو جيت كده اسيب البيدأ ده زاجزوانج اين اللي تلعبها وضعك ياسوق ويفوزنا كمورة هذه مباراة اسطورية بصراحة بصراحة شابونا كمورة على هذه المباراة فتح نفسي على الاكسلريت الدراجن اهلا بك في حلويات شرقية حيث البسبوسة والمهلبية عبدو ساتارف يقابل وي يي من تشاينا الثين بدأ وزير هتشوف لندن ايوه لندن اللي الناس بتقول علي واحد بيلعب كروكان ولندن متوقع منه ايه معلش يا معلش حبيبي ريح بس ضهرك اسم الضهرك حبه حبيبي سي فايف اي ثري نايت سي سي سيكس نايت بي دي تو والان نايت ايتش هات الفيل ده لا يا عم انا مش هكبه هات بس يا عم لا مش يا جدع هات بس الشكل ده وصل على الداتابيز فقط 18 مرة تخيل اللندن ده اذا بيزي مان اوبننج الافتتاح بتاعه مش بيزنس مان اوبننج انت بتسمع ايه يا عم بيزنس مان اوبننج ايه يا عم لا بيزي مان بتاع الرجل المشغول فبيتعلم شكل يتقن افكاره وفي السخان فاهم 18 مرة بس ده رقم قليل جدا نايت اي فايف عايز تاخد الفيل انا موافق بس تعوج البياد واناكل الحصان عايز كده ماشي اوكي اكلت اكلت انا عايز الحصان اهو ترجع سيب الفيل معلش كوين بي سيكس والان كوين اف ثري ايه ده واساب له البيضة اه لو كالت البيضة دي وحشة اطلوبك سيب بيضة تاني خلي بيضة الكشتات دي ستكلفك الكثير الكثير جدا وبالتالي بعد كوين اف ثري ما كالش البيضة لعب بيش بي سيكس عشان يحمل اف سيفن تبيض طويل تبيض طويل يقول الانجن العب ايتش فور قبل ما هو يلعب ايتش فايف ايتش فور ويحبسك لكنه لعب اي فور العقاب كان ايتش فور وبعد ايتش ثري مش ايتش فايف عشان ايتش فايف عليها دي بعد ايتش ثري بيدا في بيدا تهرب زي ما حصل في الماتش تعالي وبعد ما امشي في نقلة هنا جامدة اي ثري ودي الوحيدة اللي بتحافظ على شوية تفوق للاسود ممنوع تاكل حسب الفيل الا انه اكل ودي مش عاجبة الانجن ليه امان لسه ايللك بقى طيب ولما اكل مشي بالوزير بس الفيل تفتح له والمربع ده بقى ضعيف ممكن استغلاله بهذا الشكل هات الفيل عادي بيشب سي فور متاكل بقى واتدخلني بقى بالحاجات بقى الله بيشب جي سابن لست مهتما انا يا عم مهتم يا عم انا مهتما لازم اكل بالوزير عشان اراقي بالنطة بتاعة الحصان وتسيب البيداء كده مش مشكلة الدنيا امان ان شاء الله امان ايه يا ابن انت بتلعب مع ابنختك يا ابني يا ابني امان ايه بست ممكن انت تاكل بالبيداء راح تاكل كده وتسيب ايوه الانجن يقول اسفار براحته انما الشكل مرعب دلوقتي ايه الوزير ده نايت تيكس بون تيكس واخد بيداء كمان ورايح يراقي بالمربع اوكي هلبس البيداء ده كده بي سيكس بي سيكس تخيل ان عبدالستارو هيجيب نقلة عكس المنطق وعكس البديهة كاونتر انتويتف موف بس هيحرق عليها شوية وقت ان تترك العمود تماما وتحمي الحثان عشان كان فيه تهديد بكدهو متبوع بكدهو طب ومعملش دي ليه يعني عشان بكسر ومضطر بقى كده اجي كده واسيب الرخ تيجي كده طب وليه يعمل ايه عما ما اعملش كده انا سيب العمود من دلوقتي كوينتسي سيكس نايت دي تو اكل 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 الله 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 برضو خد لعب والله بس مقابل ده في وزير في سبعة ورخ في سبعة يا حلاوة ماذا تلعب لو كنت مكان الاسود اونلي موف البقى كله خسائر الاونلي موف سي فور بفتح طريق للهجوم وعمل شبكة متات لكنه جاب الرخ الاخيرة والان فيه تاكتك رخ في بيدة لو اكلت بالوزير اديلك مات يلا بسم الله رخ في بي انت حسبت ايه لل للاسود ما حسبتش حاجة انت بس حسبت انه لو اكل هتديله مات يعني ما عندوش اي حاجة تانية عندو كيش يعني لو انت اكلت مباشرة يديك كيش تسلم كيش مات وبالتالي التكنيك يا اخوانا كيش الاول امنع الكيش دي بعدين نلعب رخ في بيدة اسلام اسلام على المزيكة خلاص ماتش انتهى ومش هينتهى بشكل طبيعي طبعا الوقتي التهديد ان تدفع البيدق مقدرش هيكل حسب الربطة فتكسب بيدة كمان او تدينه متات رخ على العمود رخ F7 دفع البيدق بص 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 زاجزوانج زاجزوانج اخر هذا الان اتهديده عشان مش محمي طب يا عم نحميه متحميه كيش مات موضوع بايز طب الملك ده ايه يعني مفيش كيش من هنا لا والله من هنا هو لا والله الملك طلع عمل بلوك للبيدق انا لازم اطلع احل المشكلة دي بنفسي يعني كينجيسي 3 الملك طلع بنفسه يشوف احوال الرعية يعني الموضوع مش مش سهل يعني وتنتهي تنتهي المباراة وي ي يتكبت خسارة قوية من نودر بيك عبدالستارو بنقلة المعية في النهاية كينجيسي 3 اتمنى تكون اببسطة واستمتعت النهاردة الجولة الاخيرة هتتغطى بكرة في نفس الموعد يعني مش هنغطيها النهاردة قمالي الساعة 11 بالليل ان شاء الله عندنا ايه عندنا الحلقة الاولى من مغامرات كاسباروف وهنبدأ من وهو صغير اوي يعني هنبدأ ماتش هو عنده مثلا عشر سنين مع حد مش مشهور عادي وهو اكيد مش هيلعب بودفينك هو عنده عشر سنين يعني احتمال يكون لعبه لكن عادة هو عنده عشر سنين هو مش نجم اوي يعني هو عنده عشر سنين بس علامات النبوغ الشطرنجية واخبال ساعتك ممكن تفرق جدا واتطلع ماتشاط حلوة وهتتبسط الحلقة تبقى طويلة على فكرة مش قصيرة ممكن يكون فيها ماتشين هنقض كده المزمس في كاسباروف حبة وبس يا سيديا اتمنى اكونوا بسطة واستمتعت واشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته